يحرقون العلم ويخرقون سفينة اليمن غير مدركين أنهم سيكونون أول غارقين إن غارقت سفينة الوطن فالتوافق الذي قام عليه المجلس الرئاسي مثل فرصة ليلتقي الجميع على هدف استعادة الدولة واستنقاذ الوطن ومواجهة الخطر المحدق بالجميع لكن ذهاب الانتقالي بعيدا عن التوافق ونصفه للأساس الذي يقوم عليه المجلس الرئاسي دفع كثيرين للتساؤل عن مدى إدراك من صنع الفوضى في شبوه وأبيا وصولا لحضر موت لخطورة ما يقومون به على أنفسهم قبل غيرهم فالمأخوذون بسكرة الدراهم والسلاح لن يلبثوا أن يفيقوا على بركان تتشكل حمامه من مجموع الغضب الشعبي من التصرفات التي تستهدف المجتمع وتلغي حقوق الجميع والتي كان من آخرها الاعتداء على فعالية نسائية في المكلة في همجية أغضبت حضر موت بكل مكوناتها وكياناتها الغضب الشعبي من الانتهاكات الناسفة للتوافق الممزقة لنسيج المجتمع الملغية لحضور الدولة غضب يتجاوز الأيد التي تعبث إلى الأيد التي انتظر منها اليمنيون أن تضرب بعصى القانون وقوة الدولة كل من تذهب تحركاته نحو تحقيق هدف إيران وميليشياتها بعلم أو بدون علم وبحسب الكتابات الغاضبة لليمنيين من أبناء المحافظات الجنوبية قبل الشمالية فإن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والشورى وجميع المسؤولين الذين يقفون على منصة المسائلة الشعبية لم يقوموا بأدنى واجباتهم للحفاظ على الجمهورية وما حدث في الانتفاشة الميليشيوية في 2014 يتكرر بالطريقة ذاتها مع تغيير اللافتات في 2022 ومن استيقظوا يومها متأخرين ليدركوا أن إيران هي المستفيد لم يستيقظوا اليوم بعد كي يدركوا الحقيقة ذاتها حقيقة أنه لا بديل عن الانتصار للجمهورية اليمنية سوى سقوط المنطقة قطعة قطعة في يد الجمهورية الخمينية